الحصاء الثانية مواضيع نشأة علم التصنيف تصنيف الكائنات الحية وموضوع المراتب التصنيفية مع حلقة الأسئلة صفحة 23 طلبنا وطالباتنا كتبكم يمكم مع قلم رصاص حتى تأشرون ويكون شرح أبسط بسم الله نبتدئ موضوع نشأة علم التصنيف عدنا تعليل باللون الأزرق قامق آني مأشرة الكومياء لماذا وزع الإنسان الكائنات الحية في مجاميع اعتمادا على صفاتها المتشابهة هذا تعليل الجواب مالتو هو باللون الأزرق الفاتح فوقا الجواب نظرا نقول نظرا لإزدياد عدد هذه الكائنات أصبح من الصعب دراسة كل كائن حي على حدة فهذا التعليل باللون الأزرق الغامق والجواب باللون الأزرق الفاتح طلاب وطالبات هنا يجيكم سؤال كيف صنف العالم اليوناني أرستو الكائنات الحية تصنيفا بسيطا والجواب مؤشر باللون الأحمر الأحمر الغامق هو العالم اليوناني أرستو اللي هو أول عالم صنف الكائنات الحية تصنيف بسيط هذا طبعا عنده أقرأني باللون الوردي فاتح صنف الكائنات إلى أشجار، شجيرات، أعشاب، الحيوانات التي تعيش على اليابسة أو في الماء أو تطير في الهواء هاي إجابة للسؤال كيف صنف العالم أرستو الكائنات الحية تصنيف بسيط يجي هسا على العالم السويدي كارلوس لينيوس هذا العالم شنو الأهم شيء يقام به هذا العالم أخذ مجموعة من النباتات وزرعها في الحديقة مال المنزل وبعدين صنفها في مجموعات معينة حسب الخصائص فأهم شيء يجيك بهذه الفقرة هو البرتقال الغامق العالم كارلوس لينيوس يجيك فراغ ينطيك أن العالم الذي صنف الكائنات وزرعها في منزله هو فراغ فهو العالم كارلوس لينيوس صفحة 21 موضوع تصنيف الكائنات الحية يجيكم سؤال ما الممالك الرئيسية التي صنفت بليها الكائنات الحية الجواب المؤشر باللون البنفسجي أول شيء مملكة الحيوان تضم جميع الحيوانات المختلف بيئاتها اللي تعيش في الماء واللي تعيش في اليابسة الفقرية واللافقرية اثنين مملكة النباتات تضم كل أنواع النباتات المختلف بيئاتها ثالثا مملكة الفطريات تضم كل أنواع الفطريات والخمائر مملكة الطليعيات تضم جميع الأحياء بسيطة التركيب وآخر شيء مملكة البدائيات تضم البكتيريا بمختلف أنواعها وهذه الممالك اللي باللون البنفسجي قد تأتي كفراغات أو قد تأتي كتعداد بالامتحان وهنا عدنا صورة توضحية للممالك الأحياء الخامسة هنا عدنا سؤال بالأسفل المؤشر بالإطار الأخضر ما العلوم التي يرتبط بها علم التصنيف والجواب الشرب الأخضر الجواب يرتبط علم التصنيف بالعلوم الأخرى مثل علم البيئة وعلم الزراعة والطب والصيدلة صفحة 22 عدنا موضوع المراسب التصنيفية نقدر نعرف المراتب التصنيفية وهي مجموعات وضعات لتصنيف الكائنات الحية اعتمادا على التشابه والاختلاف بين أفرادها في صفات معينة هذا تعريف المراتب التصنيفية يجي كفراغ أو كتعريف بالامتحان وعدكم المراتب التصنيفية لازم تحفظ بالترتيب اللي ما أشرت لكم إياها آني بالأحمر اللي هي النوع الجنس العائلة الرتبة الصنف الشعبة المملكة هاي تحفظوها بالترتيب تجيكم بالامتحان تعداد أو قد تجي بشكل فراغات موضوع مبادئ الأساسية في نظام التصنيف من العالم الذي وضع هذه المبادئ هو العالم لينيوس ما أشرت لكم عليه باللون الرمادي يجي كفراغ العالم الذي وضع المبادئ الأساسية في علم التصنيف هو فراغ العالم لينيوس نتعرف على هذه المبادئ أولا استعمال اللغة اللاتينية في تسمية الكائنات الحية يعني شانا استخدمون اللغة اللاتينية ثانيا استخدام أو تسمية الكائنات الحية بالتسمية الثنائية شنو يعني تسمية الثنائية؟ يعني أنه الاسم العلمي للجنس يكتب بحرف كبير واسم النوع يكتب بحرف صغير يعني عدنا الاسم العلمي للإنسان هومو سباينز نلاحظوا هومو باللون الأزرق الـ H يعني حرف كبير تمثل الجنس وسباينز اللي هي باللون الوردي حرف الـ S يعني حرف أو حرف نعم صغير يمثل النوع إذن هومو هي جنس وسباينز هو النوع هذا مثال الاسم العلمي للإنسان يجيك كفراغ وتسمة ثنائية تجي أيضا كتعريف ثالث نقطة استعمال المراتب التصنيفية بالترتيب من الأصغر إلى الأكبر وبالعكس حال الـ S إلى صفحة 23 أول سؤال من العالم الذي وضع أسس علم التصنيف الحديث الجواب هو العالم اليوناني أرستا السؤال الثاني ما المقصود بعلم التصنيف الجواب هو فرع من فروع علم الأحياء يختص بدراسة الكائنات الحية وتسميتها وتوزيعها في مجموعات وفق نظام بيئي معين السؤال الثالث عدد المراتب التصنيفية والجواب النوع الجنس العائلة الرتبة الصنف الشعبة المملكة السؤال الرابع أعطي مثالاً على التسمية الثنائية والجواب الاسم العلمي للإنسان هومو ستاينز والزهور الزيتية روزا غاليك الدرس القادم إن شاء الله نأخذ العالم ظني بن هوك والعالم لويلس باستر وموضوع علم الأحياء في الحضارة العربية الإسلامية وانحل الأسئلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر